بلغنا الرسالة في مغنية بريطانية ناس كتير اتعرفها لتل سيمز كان مفوض لها هتشارك في مهرجان موسيقي في اسرائيل المهرجان ده بدأ امبارح الخميس والناس خلاص راح اتحجزت وحجزوا حتى على الانترنت وحجزوا التذاكر للحفلة وكده وفجأة فوجئوا انه لتل سيمز مش طلعة وكتب التويت على تويتر قالت فيه هنشوف دلوقتي نص التويتا بعد ما طلعت من قبل المعجبين اللي عندي عرفت انه العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية اكفر تعقيدا مما كنت اعرف او اتخيل ولغاية لما افهم الوضع بالزبط وايه اللي بيحصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين فانا باعلن تأجيل رحلتي الى اسرائيل وبالتالي لن اقدم عرض في مهرجان ماتير في اسرائيل فالحقيقة انه فيه ناس كتير من الناس النشطة في مجالات كتير لها علاقة بحقوق الانسان وما يحدث في فلسطين طبعا الحقيقة انه الحقيقة انه لا يعني كان الموضوع انه مهم جدا انه يتم القاءة ضوء عليه وفيه ناس كتير من الناس الحقوقين دي بقول لحضراتكو انه هم يعني اهتموا بهذا الخبر وحيوها حيو المطربة البريطانية دي لانه هي معروفة وليها فانس كتير جدا وليها يعني صور على انستجرام وفولوورز عدد كبير جدا فحيوها ان هي لغة المشاركة دي خصوصا واحنا لسا مبارح كنا منتكلم على اقتحامات الجانب الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومحاولات او بالفعل تدنيس المسجد الاقصى وطبعا يعني حصار رهيب مازال حتى اليوم على ابناء الشعب الفلسطيني